نسمع بقى الاستاذ علاء. استاذ علاء من غربية. على السلام عليكم. معلش ما ارجو ما كنتش طولنا عليك. بس احنا خلاص الموضوع ده ايه? طولت يا شيخ. ولا يامك يا حبيب. استغذر حضرتك في سؤالين. اتفضل يا سيد علاء. السؤال الاولاني سمعت الشيخ من السعودية بيقول ان الواحد لو مسافر عمرة يبقى السفرة ديت او المشوار ده كله لشخص واحد ما ينفعش ان انا نعمل عمرة لحد متوفي. الا اذا كانت سفرة تاني. السؤال التاني كنت يعمل عقلك الاولادي والجدي او الخروف جري وما انه هو شيء. فهل علي ان انا جيب واحد بداله? والحمد الله احنا مسكناه بس بس السؤال للعالم يعني. هل علي ان انا جيب بديل? السؤال السؤال في تفصيلة في السؤال بس. انت لما جيبت الخروف ده قلت ايه? انت كنت جايبه بس للاضحية وبس? العقيقة. جايبه العقيقة وبس. بس مقولتش لله علي ان انا اتبح حقيقة. مقولتش كده. لا انا قلت بالله علي ان انا اتبع عقيقة لدي النية اه يعني انت قلت والنية محلها القلب ما قلتش لفظا ولكن دي نية محلها القلب معلش يا حبيبي انت قلت ايه سيد علاء اسمعني اسمعني يا سيد علاء انت قلت لله علي ان اعتبر ان ده الخروف قلت لله علي ان انا اتبح الخروف ده في العقيقة قلت كده اه تمام قلت كده ايوة لفظا ولا نية قلت كده ولا ما قلتش قلت لفظاً ولا نية نية قلت نويت إن أنت تتبح الخروف ده في العقيقة تمام طيب خلاص أجاوبك يا سيد علاء وإحنا في ريف وجيري ومعرفناش نمسكه وإحنا الحمد لله جي بعدها بيومين والحمد لله قمنا بالعقيقة ولكن أنا بسأل دلوقتي هل لو ما أجاوبك 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 يا سيد علاء أجاوبك أجاوبك حاضر طيب سيد علاء لأ يجوز إن أنت تعمل عدد من الأمرات في نفس السفرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي قال له لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة بس عشان الحج ما ينفعش غير حج واحد في العمرة دي حج واحد بس في السنة لأنه هو في وقت محدد لكن العمرة غير محددة بوقت إحنا لازم لما نحج نحج إيه يبقى لازم فيه يوم عرفة وده ركن من أركان الوقوف عرفة ركن من أركان الحج عشان كده بيبقى الحج مرة واحدة لكن العمرة ليس لها وقت محدد ولذلك إلا حصل فيجوز إن هو يلبي عن نفسه فيعمل عمرة عن نفسه ثم يعمل عمرة عن آخرين فيجوز إن هو يعمل كده وليست فيه إشكال وما يتعدش العمرة دي عمرة بطلة بالعمرة صحيح يجوز إن هو يلبي عن نفسه ثم يفعل عمر عن غيره من الناس عمر ومش عمرة واحدة بس فده جائز ويجوز إن هو يعمل كده السؤال الثاني حضرتك بدل قلت لله علي أن أسبح هذا الخروف فخلاص إنت ده أصبح نزر فلازم تتباحه فأنت قلت لي إن أنت جبته ودبحته في العقيقة خلاص بدل دبحته في العقيقة إنت ليس عليك إسم طب الشخص بقى اللي هو فر منه الخروف وما قدرش فر منه وخلاص الخروف ده وات مش هيقدر يحصله عليه مثل كفارة اليمين ليه لأنه خلاص عجز إن هو يزبح هذه العين فيفك من هذا الأمر بكفارة يمين ترجمة نانسي قنقر